السلام عليكم راحة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير رجعت معاكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وفيديو النهاردة بستور لكم من سوق السبت اللي عندنا هنا في امريكا بس قبل من شوف الفيديو هنصلي من سلم بارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وعليه والصحبه والسلام السوق ده يا جماعة انا كنت مستور لكم فيه قبل كده بس مش هو لا كان سوق تاني غيره وكان يوم السبت برضه بس كان في مكان تاني كان فيه عاملينه يعني عند الاستاذ بتاع الكرة الالعاب يعني وكده فده عاملينه مبارح عندنا هنا في نفس المنطقة اللي انا سكنة فيها فانا ما كنتش عارف ان هم بيعملوا في المنطقة دي يعني كنت رحت الاستاذ ده كان في منطقة بعيدة فجيت مبارح كنت عايز اروح يعني اشتري ميكوب من هناك وكده طبعا انتو شفتو الميكوب هناك كان رخيص قد ايه فكنت محتاجة شوية حاجات كده فقلت ايه اللي ساحبتي يعني تعليم روح نشتري ميكوب من هناك وكده فروحنا بعد ما روحنا لقينا المكان مقفول عشان كان فيه بيعمله حفلات تخرج وكده عشان طبعا احنا في نهاية السنة الدراسية وكده فبيعمله حفلات تخرج وكده فكان جنب الاستاذ فيه حفلات تخرج فما رحناش يعني رجعنا يعني فوحنا وراجعين فعدينا على في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها فوحنا معديين كده لقينا فيه المنطقة اللي هي اسمها كليفتون ففيه بارك فيها اللي هو كليفتون بارك لقينا ناس قاعدين بقى وفرشين وكده قلنا ايه ده طب ما ننزل نشوف هما جم هنا ولا ايه فروحنا نزلنا لقينا السوق كبير جدا ما شاء الله زي ما شايفين كده ومليان بقى ناس قاعدة عملت بهم في حاجات يعني ده السوق اكبر من السوق اللي كنا فيه المرة اللي فاتت وانا صورته لكم وبيبيعوا حاجات اكتر وحاجات بقى قديمة حاجات جديدة زي ما شايفين كده فيه كل حاجة وكمان البرك يعني قريب جدا من بيت يعني انا ساكنة يعتبر جنبه فسألنا وكده قلنا هو السوق ده يعني بتعمل كل قد ايه وكده فادونا ورقة بالسكاجول فيها الموعيد بتاعة البرك بيفتح امتى وبييجي ايه الايام اللي بيبقى موجود فيها وكده فقلنا لهم هو اي حد يعني ممكن ييجي يبيع اي حاجة هنا لان انا عندي حاجات كمان انا عايزة بيحها يعني في عندي المشروع بتاعي ببيع اونلاين وكده فكنت عايزة اشوف ازا كان ممكن ان انا اجي وابيع يعني هنا زيهم فقالوا لي اه تقدري تيجي وادوني الموعيد وكده فالموعيد بيفتحوا من الساعة خمسة الفجر وكل واحد بياخد مكان وبيقعد بقى ايه يبيع فيه بس بيدفعوا طبعا فلوس تمن ان هم قاعدين هنا يعني بيبيعوا فبيبقى فيه مبلغ كده بندفعوا عشان نفرش بقى حاجتنا ونبيع فيها والكلام ده بس فالمكان حلو قوي والحاجات كتيرة جدا زي ما شايفين كده والناس بتبيع فيه كل حاجة زي مثلا الطابلوهات دي بس اسعارهم فيه ناس بيبيعوا ايه حاجات غالية فيه ناس بيبيعوها رخيصة يعني الطابلوه دوت انا جايبها مثلا بتمانية دولار من محل فجايبة زيه يعني معلقها عندي في الغرفة بتاعتي غرفة النوم يعني فهنا قال ليه بعشرة دولار يعني مغليين ايه اتنين دولار يعني زيادة وهو هو نفس الطابلوه كده بس عشان ممكن انتي بقى بيتفاصلي يعني هما بيغلوا شوية علشان انتي ايه تفاصلي تقول له طيب سبعة طيب ستة زي عندنا في مصر بالزبط الفصال بقى وكده بس هنا زي ما شايفين كده الفيو تحفة هنا في البرك انا دايما باجي البرك دوت وبعد فيه بتمشى كده في الاعياد بتلاقوا البرك ده مليان كل الناس بتيجي وبساعد بيقيموا الصلاة بتاعة العيد هنا في البرك كده وشايفين البيوت تحفة جدا وكل الناس بتيجي تقعد هنا يعني وصورتلكم قبل كده من كم سنة كده واحنا في العيد وصورتلكم الصلاة العيد هنا كان يوم حلو قوي من كل الجنسيات اللي عايشين هنا في امريكا يعني بيجوا هنا يصلوا في البرك وان شاء الله العيد جاي خلاص اهو قرب كل السنة وانتوا طيبين وبخير وسعادة ان شاء الله ينعيد عليكم وعلينا وعلى الامة الاسلامية الايام بخير يا رب فلو عملوا يعني اقاموا صلاة العيد هنا في البرك هستورهلكم برضو السنة دي ان شاء الله والمكان حلو قوي وانا ما كنتش عارف خالص ان هم بيعملوا هنا السوق بتاع السوق السبت وكده فان شاء الله هبقى يجي واشوف بقى ايه موضوع الحاجات اللي انا عايزة ابيحها هنا وكده فالمكان حلو ويمتابعيني بقى اللي عايشين هنا اه معايا في نيوجيرزي اه وشوفوا الفيديو يعرفوا ان المكان ده اه بيبيعوا فيه كل حاجة فيه ناس كتير قوي يعني عايشين هنا وفي نيوجيرزي يعني في امريكا وما يعرفوش ان فيه سوق زي دوت اه بيبيع فيه كل حاجة اه وما بيعرفوش الايام وكده يعني ناس كتير يعني انا عايشة هنا في المكان ده بقى لي يعني كزا السنة وما كنتش عارف بصراح يعني المكان شفته بالصدفة فحبيت اقول لكم يعني واعرفكم على المكان عشان لو تحبوا تيجوا وتشتروا اي حاجة او كده اه فيه كمان بيبيعوا اه كل حاجة يعني زي مسلا اه العبيات والبنطلونات واجواكت بلوزات اه زي ما شايفين كده بانطلونات بجميد اه العاب اه ادوات منزلية اه حاجات للعربيات وكده قطع غيار العربيات اه حاجات للاطفال اه فيه كمان الترح اه فيه الاكسيسوري اه فيه بيرفوم يعني بيبيعوا كل حاجة بصراحة يعني حاجات البيت اه كل حاجة كل حاجة هتلاقوها وهتلاقوا بقى حاجات ناس بيبيع حاجات جديدة ناس بيبيع حاجات قديمة اللي عنده حاجات قديمة مثلا اه ومش عايزها او كده بدل ما بيرموها او كده فبيجوا برضو يبعوها اه التحف اللي كل حاجة يعني هتلاقوا كل حاجة هنا شايفين المكان واسع جدا. والناس كتيرة جدا. يعني احنا كل ما بنمشي بنلاقي. كل ما بندخل جوه البارك بنلاقي. يعني انا فاكرة اول ما نزلنا يعني البرك وكده لقينا ناس كده شوية من قدام. مشينا شوية لقينا اكتر 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 لغاية اخر البارك. يعني انتم لو بتدوروا على حاجة. اه لازم اه تلفوا البارك كله يعني اه لانه مليان ما شاء الله زي ما شايفين كده. هو بصراحة يعني السوق ده مفيد جدا لناس. يعني الناس كتير بتلاقي الحاجة اللي هي عايزها. اه مفيد للناس اللي بتبيع والناس اللي بتشتري. يعني اه مفيد جدا والناس بتلاقي اه كل حاجة هي محتاجها. يعني المكان مش قادرة اقول لك عمالة وصف لكم. مش قادرة اقول لكم طول ما انا ماشي عمالة تفرج ولاقي حاجات. اصلا ما كايش بتبقى في بالي. ففي كل حاجة يعني زي ما شايفين كده. وحاجات كمان قديمة يعني قديمة مستعملة. اه وبيبعوها عادي جدا والناس بتشتريها عادي جدا. الناس يعني مش اه في ناس ما تحبش تشتري حاجات مستعملة ولا قديمة. لا الحاجات اه المستعملة بتبقى حاجات نظيفة جدا. واستعمالها نظيفة قوي يعني. فالناس اللي بيتبيع بقى وكده مش جايين من المنطقة دي بس. لا دول جايين من مناطق تانية. زي ما شايفين كده معهم عربيات. والعربيات مليانة اه بضاعة وكده. وجايين بقى فرشين اه البضاعة بتاعتهم بيجوا من الصبح. الساعة خمسة الفجر لغاية الساعة خمسة اه بعد المغرب. فبيعودوا يعني فترة طويلة بيبقوا جايبين بقى اكل والقهوة بتاعتهم والمية وكل الكلام ده. لشان طبعا مش هيقدر يسيبوا الفرش بتاعهم كده ويروحوا مكان تاني. وطبعا مش بيعملوا في البرك هنا بس بيعملوا فيه بركات تانية. واماكن تانية بيروحوا يفرشوا فيها ويبيعوا فيها حاجاتهم. يعني ده معاد كان يوم السبت اه امبارح ده كان المعاد بتاع البرك هنا. يعني السبت الجاي هيبقوا في مكان تاني. وهكزا يعني. وبس حبيت اوريكم الاجواء في الاسواق الامريكية هنا عندنا عاملة ازاي? وكده يكون فيديو النهاردة خلص يا ربي يكون عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو وكمينت عارف رأيكم ايه? ولو مش عاملين سبسكرايب للقناة او اشتراك اعملوا لها سبسكرايب وفعلوا الجرس لكل عشان يوصلك اشعر بكل فيديو جديد وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باي باي.